هلا بيكون شبابو كيف الحوال معكم السامبي اليوم بس هي ان بوكسنج حق شي شريتها بس شذي شفتها وعجبني وشريتها من زمان ما دلعت روحي اشتري جهاز إلكتروني حق روحي فقلت وادلع روحي واشتري شي شريت لي سماعة بلوتوث وفي نفس الوقت بعت تتوصل بواير هي سماعة بوز ساوند لينك ميني بوز ساوند لينك ميني هي من أحسن سماعات البلوتوث اللي موجودة في السوق حاليا هي من نفس السماعات اللي يبسون فيها لوادة من الآيفون او التابلت مانهم او اي شي عبر البلوتوث عشان ان تشغل المسيقه عبره او مثلا اليوتيوب فخيرا نبتديوا الانبوكسنج ونشوفه اخر شي بوقلكم السعر لان اذا قلت لكم السعر حين كلكم بتسكون الفيديو اكيد هاي الشي نزلين ولا بعدها انا خذيتها من البحرين فالسعر طلع علي بعد اغلى من شباب نبتل البوكسنج ونشوف السماع بها البوكس طريقتها هون البوكس مالا البوكس طريقتها رابعة صغيرة نزلين عندهم تاب ذي عشان يرونك انها بوزي يعني حاطين علي الاسم ومغطينها في هاي الشي نشوف داخل السماعه بخليها على صوب حين نتحجي عنها بشوي بعد اشيه كله حماية داخل وبعدين في طبقة ثانية صغيرة نسوين البوكس طبقتين نخليها بطلة بس من ورا نفس ما تشوفون بعدين عندك معلومات الضمان حطها على صوب وعندك او رجلنا شركة بوز يعني شون يراعون الكاستمر ومالهم ويهتمون في الكاستمر مالينهم او الزبان مالينهم يعني او بالعربي بعد اضيف مزير من المتعة لموسيقك اوكي ام نسوين شفونك تايب أنا بغيت هاي بغيت الالوانه تشذي يشتري معه عشان يزعم يحمي الجهاز. كيس صغير صغير. حلوة الوانة وايت صراحة ما رايش احب الاخضار و ما رايحب كل الوان اللي هني موجودة حلوة. بعد واحد ثاني صاير كيس كله. يعني انت قعد تدفع بقولكم شام عقب قعد تدفع مبلغ عود تتوقع ان كل هالأشياء موجودة ويا لكن مقعد يسوون كل هالأشياء موجودة بياه. خانتقل الشيء اللي عقبة. كتيب التعليمات. بالعربي موجود. ياباني صيني اللي تتكلم. موجودة اللغة. شرح كامل ويا كل شي عنا. العقبة وارنتي انفرميشن انسايد. بعد مرة وارنتي. مرة ليش مرتين حاطين. بصاي شوي غير الورقة. اذا بتشتري من الخارج طبعا ضمان ما عندك. اذا بتشتري من من البحرين او شي تشدي. اه بيكون الضمان من المحال فا ما يحتاج تشوف كل هالأشياء. بعد كتيب ليش لحظوا احرا خلان نشوف. ستقول نفسي تلاحظون نفس الشيء صاير. بورس ساون لينك وارلس بيكار. زيليش مرتين حاطين. غريبة. تعليمات مرتين حاطينها. يلا. اه شي العقبة. هاي اه القاعدة حق اه السماعة. قاعدة السماعة ذي. اه اتخليها على الطاولة. مثلا هاي اليوم تبي تشرج اه الشي يسمونه الجهاز. تخلي عالطاولة. وبعدين اه تقدر اه شي يسمونه. اتشرج الجهاز هو شغال بعد يكون. ناس ما تشوفون حده صغير كلش. اه خلينا ننتقل للشيء اللي عقبة. شوف هني شنا موجود. عندنا الشارجر اللي هو اياه. من بطلة. ناس ما تشوفون الشارجر. مريضة يا يبين معادة الشيء زيارة عشان تحكي عنها قبل. ما حاطينا شي زيارة. الشارجر اه مريش اه طريقة امريكية اليو اس تايب. اه والبن هني يتركب. تقدر توصل هاي الشارجر بالجهاز اه بشكل مباشر او اه تقدر تواصله في الدوك اللي شفتو اه او القاعدة اللي شفتوها. اه صراحة المحول وايد صغير وسمعت ان الجهاز ما يتشرج عبر اليو اس بي. هاي هاي يمكن اكبر عيب عندي في الجهاز انه ما يتشرج باليو اس بي. خلينا نشوف المواصفات المحول. احول الكهرباء مائتين وعشرين فولت الى اه اوتبوت تولف فولت اه بوينت ايت تري 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 امبير. لا. وايد الكمية الكهرباء. اه فلازم محول يعني تولف فولت. اعتقد اليو اس بي فايف فولت. والماكسوم تقدر من عبر الكمبيوتر نص امبير. لكن اذا عندك كهرباء ولا شيء يمكن واحد ونص امبير توصل. فهاذي صاير. امبير. 12 فولت. 12 فولت و بوينت ايت امبير. فللاسف ماري لو لقوا طريقة حال اني يساوون شارج ابطاء لكن عبر اليو اس بي يحس الحال كان بيكون احسن حق مستخدمين. خاصة ان هاي الجهاز مفروض تستخدمه وانت قاعد تتنقد. فهاي القطاع اللي موجودة كلها. نتعكد ما هو شيء ثاني. اوكي. ام. انتقل لها السماعة نفسها. ناس تشوفون سماعة كلش صغيرة. ام. هاي يدي. شوفونا. يعني تقل طريبا. هنقول. كم يعني طولة يمكن. عشرة انش. عقل من عشرة انش ثمانية انش شيء شدي. اه. لازم اتكب عمي مواصفات. نشوف من جدام. صراحة هاي السماعة الوحيدة اللي شلتها ورتحت منها. ليش? اه. من حديد. الوم منها مساير البودي. اه. وقطعة واحدة كامل. من زين. وفي. يعني لانت ياودة تحس ما بينكسر. كنت قاعد طالع فيلبس. وشركات طانية. حلوة السماعات. لكن كلها حس بينكسرون فيها دي. هاي احس ان ما بينكسر. احس ان اذا طح علاق بي. بيتنات تاف. لكن. مو دا استخدام عادي بينكسر ولا شيء شدي. حسة كلش. يا بس. وقوي. يعني صراحة. اه. عندنا اه. سماعتين داخل. عشرين وات. وبيس. بعد موجود وياه. اه. تشوف من فوق في زر الباور. اه. الميوت. اه. عشان يوقف الصوت. تقسر الصوت. ترفع الصوت. وبعد البلوتوث والأكزلاري. الاكزلاري معناته الكابل اللي اه. اه. توصل فيه بتلفونك او لابتوبك او السماعات العادية. توصلها. تقدر توصل. الكابل هني. الناس تشوفون هني. اللي تحت اه. اه. الكهربا. حق الشارج. اه. اه. اذا ما تبي توصل القاعدة. وتسوي تشارج فيه. وبعدنا عندك الاكزلاري. او الكابل اللي نسميه 3.5 مليمتر ستيريو. توصل فيه من الكمبيوتر روي الشيء. وتقدر تستخدم هاي الجهاز. ف. ما في واحد اشي نتحج عنه. اه. ا اه. من تحت بعد فيه. شي. اله. هني البنز. هاذا لين هما الاشي اللي تتصل بالقاعدة عشان ان يصير شارج. واللي فوق هني فيه ميني يو اس بي. لكن بس حق الابديت. مو حق اي توصيل او حق شارج. يا ريت انه شارج تقدر تسويه باليو اس بي. زين. وصلنا هات الفيديو فبقلكم السعر. السعر سبعمائة وخمسين ريال او خمسة وسبعين دينار بحريني. سعر وايد غالي. سعر مو رخيص. اه. لكن اه. اه. صراحة قلت اذا بشتري سماعة وبدلع روحي. خليش تري سماعة حلوة. واحسن. اه. من الاشي الثانية. اه. طبعا بعد في. اه. اعتقد اسما ال. اه. اه. جابون. لا. نسيت اسمهم. فيهت شمن سماعة غير. اه. بنفس المواصفات تقريبا. وارخص بوايد. فيمكن تبون تشفونها من شركة جاي بي ال. ومن شركة جابون. اعتقد جابون عندهم. واحدة اه. اه. نسيت الشركة مرة جابون. بحط الاسم في الانوتيشن هني عشان تعرفون اسم السماعة بعد بعد سماعة حلوة لكن في النهاية خليت دي لان قدرت تجاربه في المحل كانوا حطين صوته عالي وواضح كان يعني اعلى احسه اعلى واوضح من وايد من السماعات اللي يعني تشتريهم سماعة حجم كامل مع بيس كامل هاي كان وايد احسن طبعا لكن مو احسن من السماعات اللي حجم كامل من شركة بوز او جي بيل او هالاشيا لكن عجبني وايد حق استخداماتي حق اللي يبي استخدمه بقول لكم انا شن استخدامي بخلي على طولتي في الدوك موصل طول اليوم استخدمه على البي سي حق كل شي ان شاء الله من اليوم رايح اذا حسيت الصوت كفاية حقي وكل شي لما انزل مثلا بانزل المطبخ باطبخ لشي او باشرب لشي اشيله معايا اقدر اواصله بالتلفون وطبعا يقدر يسوي سيف حق ثمان تلفونات او ثمان اجهزة بثمان يعني لابتوبات واجهزة وهالاشيا اودي تحت معاي اسمع موسيقى اسمع يوتيوب اكمل الصوت واضح وكل شي بعدين مثلا في الليل انا استخدم التلفون في السرير صراحة يعني ارتاح في السرير واستخدم التلفون صراحة نحس السماعات حتى على ال HTC One اللي وايد واضحة السماعات السماعات كل شي ضعيفة صوتها والتلفونات اللي السماعات الصوتها اقوى حس مواضحة فصراحة شي صغير تشارج تقريبا سبع ساعات يتم فا اوكي ما عندي مشكلة بس اي ما استخدمه اخلي مثلا عندي السرير واستخدم التلفون عندي صوت واضح وكل شي واذا بتنقل بسافر ولا شي كلا يكون موجود عندي صراحة يعني موائد اشي اقدر استخدمه فقمت خذيت لي واحد منهم بجاربا حق الجيمينج وبقول لكم شلون سماعه حق الجيمينج بعد فشكرا ان شفتوا هالفيديو ونشوفكم في فيديو ثاني